أعمال تخريب تستهدف مرة أخرى خطوط النقل الكهربائي حيث تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الحرارية جهد 400 كيف في حديثة إلى تدمير بعبوات ناسفة أدى إلى سقوط عدد من الأبراج وانقطاع الخطوط الناقلة في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين ما دعا إلى تجديد وتكثيف جهود الأمنية لعدم تكرار ما وصف بالمسلسل التخريبي مع موسم الحر واليوم استهدف أبراج الطاقة في محافظة صلاح الدين حديثة الغاية منها هو زعزعة الأمن في محافظة صلاح الدين على الجهات الأمنية تكون أكثر حذر من هؤلاء اللي يعملون دائما على زعزعة الأمن الضحية الأولى من هذه الأعمال التخريبية هو المواطن وعلى الرغم من استدباب الأمن في المحافظة إلا أن هذه الأعمال تأتي مع هاجة المواطن الملحة للكهرباء في ظل أجواء لاهبة وهذا ما يتطلب إيجاد بدائل للطاقة الكهربائية التي بات ملفها من أعقد الملفات الخدمية على الرغم من كل ما صرف عليها من مبالغ مالية ضخمة يعني هذا السيناريو لازم ينتهي يعني إن كانت صراعات سياسية يجب إنهاء هذه الصراعات اللي واقع بها المواطن وإن كانت عمليات أرهابية يجب على القوات الأمنية وعلى الجهات المعنية أخذ الإجراءات اللازمة وتفعيل العنصر الاستخباراتي وإنهاء هذه الملفات الأموال اللي صرفت مبالغ يعني مليارات صرفت على الكهرباء في محافظة صلاح الدين وما شفنا أي تغيير الكهرباء كل اشتعبانة لا بس صيف زينة ولا بس شدة زينة أعمال تستهدف كما يرى الشارع في المحافظة زعزعة الأمن المستقر فيها ونتيجة يدفع ثمنها المواطن دائما في ظل غياب حلول بإنهاء ملف الكهرباء من جذوره من صلاح الدين في راس الحسن قناة التغيير